صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتسمعوني في ايه. النهاردة الحمد لله جمعنا شوية اسئلة على صراحة جلتنا كده كم صباحة وكم حاجة عايزين نقرأها ونرد عليها لكن الحالة الاساسية النهاردة بعنوان قواعد وده برضو كام من ضمن الاسئلة اللي جات لي على صراحة. خلينا نرى الاسئلة على صراحة. السؤال الاول بيقول رسالة اللي يقول المعنى بتقول انا اللي بعتل حضرتك مشكلتي مع صراحة خطيب يا حضرتك. فيديو بتاع صراحة اللي فات اللي كانت بتقول عن موضوع خطيبها. حضرتك سألتني ليه مش هيتقبلني. لاني عارفة تفكيره وانه بيشوف الحاجات دي مرض نفسي مهما كانت نسبتها. انا حاولت كتير فعلا اتخلى عن ميولي بس ما قدرتش زي ما حضرتك قلت. والمشكلة اني خاضعة من نوع وفي نفس الوقت وهو شخصيته عمرها ما تبقى ماستر ولا حتى كدا دي. يعني حرفيا انا اللي بعمل كل حاجة لدرجة اني باخد القرارة بنفسي مش حاسيني مسؤولة منه. لما ببعت له اي حاجة طفولية شوية بياخدها بهزار مش عارفة افهمه ازاي ان دي انا دي شخصيتي الحقيقية. الرسالة التانية برضو التكملة هو عارف اني بحب اسمع كارتون اوي. في مرة قال لي طول ما انا مش في البيت اسمعي كارتون براحتك. بس اول ما ايجي بلاش الكلام ده. ولما قلت له لأ انا بحبه قال لي بهزار كده اجباري بقى. هيتصدم لما يعرف ان ده جزء من شخصيتي. وكمان هو عنده عيب انه بيحكي كل حاجة البابا. وده من اكتر الحاجات اللي مخوفاني اني اقوله اي حاجة عن ميولي. حتى بعد الجواز هو بيحكي له من طبته ولانه دي مش طيبة. ملاش علاقة بالطيبة. ولانه متعود من صغره على ده. مش عارفة اعمل ايه بجد احترت. احيانا بتوصل معي اني ادعي ربنا انه يكون مثلا عنده الميول انه يكون ماستر وده دي بس مخبيه. ماشي الدواء حلو بس ام يعني من كلمك هو شخصيته شخص راجل عادي جدا زي اي راجل يعني مرة علام بجيس ايه مالوش علاقة بعلام بجيس ايه فالموضوع هيبقى صعب جدا جدا معي. وكمان بتقولي بيحكي كل حاجة البابا يعني حكيتي حاجة زي دي او لو قلت له في يوم نجرب مسلا زي ما انا قلت في الفيديو اللي فات. لو قلت له نجرب حاجة مسلا من الحاجات دي. وارد جدا على كلامك. وارد جدا انه يروح يحكي البابا اه دي قالت لي نجرب كذا وكذا. وارد. يعني وارد. على اساس كلامك انت. فالموضوع هياخد شكل تاني خالص. الموضوع هياخد آآ مجرى التنقل الكلام. دي هيقول لبابا والبابا هيقول لمامت ومامت طبعا هتقول لفلانة وفلانة هتقول لفلانة والموضوع هينتشر. بس مش هينتشر بالطريقة اللي احنا عارفينها مع بعضينا هنا. هينتشر بطريقة تانية احنا عارفينها كويس ايه هي. المشكلة كلها مش في غير تقبله او مش في عالم تقبله الميول. الميول زي ما قلت ممكن تتحقن واحدة واحدة وبطرق معينة لكن المشكلة كلها دلوقتي بقت في انه شخص بيحكي كل حاجة اللي وبابا اقول له ممتوعة واي ان كان. دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا. وبتعمل مشاكل كبيرة جدا ما لازمة في الحياة. لكن هل انت مستعدة لكده? يعني انت بتحبيه لدرجة انك مستعدة تخودي الحياة دي معاه? لو انت عايزة كده عايزة مش عايزة نتخلي عنه. فطبيعي انك هتتخلي عن جزء من ميولك قدامه. لكن بالك وبين نفسك طبعا احنا عايزة تكون مش هنضحك على بعض زي ما قلت المرة الفاتت. مش هتقدار يتخلي عن ميولك ابدا بالكامل. وهتعيني كتير. فانت لو بتحبيه وعايزاه وشايفه ان هو شخص محترم وشخصك وعايزه كل حاجة. وعايزك كاملي مع حياتك وتعمله غسرة. فتجاوزيه. وبرضه يعني ممكن تحاول معاه بتروك كده خفيفة اوي زي ما قلت في الاول يعني حاجات خفيفة اه يعني اللي هي لو جاي يحكي الحد فالحد ده مفروض يعني هيقول له طبعا دي ما ما تجربوا ايه مشكلة? ايه مشكلة? ان حياتك خفيفة خالص في الاول في البداية وشوفي الموضوع هيوصل ليه? هل هو بالفعل اللي هيحكي البابا? وهل هو بالفعل هيتقبل حاجات زي دي. هو يعني من الواضح مش هيتقبل ابدا حاجة اسمعه شخصية ببيجير لك. لان هو من الناس يعني هو شخص عادي زي ما قلت في الاول. الشخص العادي لما الشخصية اللي معاه بيكون طفولية شوية فبيقول لها اكباري. بالعكس لما ما تقدرش تيك برز على على اقوله يعني وتستمر في في اظهار ميقولها اللي هوها. فبينفور منها. وممكن يتطلق وارك جدا يعني. وهيروح يعرف غيرها وممكن وهيجاوز غيرها بحجة طفلة مش عايزة تكبر دماغها طفلة دماغها صغيرة. مش فاهم او مش هيتقبل. فانتي لو شايفة ان هو شخص كويس ومحترم وكل حاجة فاتجاوزي. وزي ما قلت لك كده حاجات خفيفة خالص جسي بيها نبضه الاول شوفي الموضوع عيمشي ازاي. انا شخصيا الكلام ده كله لمصلحتك انتي. انا شخصيا رأيي. انا شخصيا ما تتجاوزوش. انما كلامي لمصلحتك انتي. يعني مصلحتك انتي بتقولي شخص بيتحبيه وشخص كويس وكل حاجة. فانا كلامي كله رايح لمصلحتك انتي مش على رأيي انا. عشان بس نبقى فاهمين. بالربي لو هو راجل جدع وكل حاجة. مفيش مشكلة انك تخوضي معاية تجريبة واحدة واحدة بما انه انتي بتقولي لمتحكمة في حاجات كتير. فعلى فكرة سهل جدا انك تخليه يعني شوية شوية سهل سهل تشكيلي على يلك. لكن على اي حال ما ساعمل. ولو حصل جديد برضو بلاغينا. طيب خلينا نشوف الرسالة اللي بعدها. الرسالة اللي بعدها بتقول هاي وبعتها ورد. اه ورسالة اللي بعدها بتقول او يقول عندي تعليق على الفيديو الاخير اللي هو لسه نجاوب عليه دلوقتي بتاع الفيديو مرة اللي فاتت. آآ بتالي اعتراف الميول من وجهة نظري كأنثى. دي واحدة. بظن انه افضل طريقة هو التعويض. تعويض بالتدريج. ده الكلام اللي انا لسه قيل. آآ قراري كلمة حاضر وفي كل حديث بينكم حاسسيه بفرق بين مكانتكم. وهذا الطبيعي حقيقة. تصرفي معاه على انه هو ماستر ولكن من درجة اولى او مبدئي مبتدئيا. وبهذا تكوني عشتي جزء من ميولك زي تعويتيه على كونه ماستر او مسيطر. وبعد فترة هيكون تعود على شيء. تعود على شيء. على شيء هذا ولكن بالتدريج اهم الشيء زي ما قال. اللي هو انا يعني انه بتاعي دي يعني التسميات. دي ده على فكر الحاجة دي الشيء ده مهم جدا. الرسالة بعدها التكملة. او الطريقة الثانية تحاول تستدرجه بشكل غير مباشر مثلا عن طريق موبايلو تخلي شيء في سجل البحث على الفيسبوك عن السادية بدون ما ينتبه انها اخدت موبايلو في آآ ما نجيبه يعني. بس طريقة دي يعني هي هي اصلا بتقولك هو يعرف لو ما لما لما سامع الميول دي اما اعرفش ازاي فقال ان هي مرض نفسي. اه مهم خلينا نكمل برضو الكلام. اه فدول انه يتعرف عليها اكثر وفي كذا طريقة في الحقيقة بظن الاناث بالاخص يعرفه كل الطرق. اول حقيقة ان الاناث بالاخص هي اللي سهل تشكيلها. بس برضو هو ازا كان شخص على اقولها هي بيحب يسلم الرايح لمراته فهو برضو سهل تشكيله. طيب. الرسالة طبعا هي انا صحتك انت نصيحة وبرضو يعني اكيد فيها افادة. الرسالة اللي بعدها بتقول هو انا ازاي اعرف الشخص اللي معايا ماستر ولا دادي ولا ما عندهوش ميول اي التصرفات اللي يباين. مفيش حاجة في التصرفات معينة بباين مفيش حاجة اسمها انه شخص يكون حازم وكده عنه وكده طول الوقت واخد له جنب الواحدة على طول الحاجات دي كلها مش بتباين ولا حاجة لا خالص بالعكس ممكن يكون شخص حازم وكل حاجة قدام الناس وهو تافع في بيته فالحاجات دي مش بتباين الحاجات دي ببان وقت اللقاء بين الزوج وزوجته مثلا بوقت الاعداء كده مع نصوم وقت عصر الافكار مع بعض احنا قاعدين كده مع بعض بنتعرف على بعض يعني احنا مثلا مخطوبين وبرضو بنتعرف على بعض انت بتحبي ايه وانا بحبي ايه وانا عايز اعيش ازاي ويه اللي يحصل ويه اللي ما ينفعش يحصل ونحطه قوانين وحدود لبعض الكلام ده كله الكلام والحديث الكلام والحديث الكلام والحديث اللي بيقولوا عليها برينستورم يعني عصر الدماغ عصر الدماغ وانتوا عاديم مع بعضتك لازم المناقشات دي لازم لازم وقت يكون فيه مناقشات مناقشات محترمة مناقشات جدية انا انا بحبي ايه وانت بتحبي ايه مش انا هستنع علشان ترضى بيه ولا هستنع علشان البنت دي حلو انا عايزها وهستنع اللي هي عايزها لا ما بالسلامة ما تقول في ده اهم حاجة انا اقول اللي انا عايز عايشه ازاي واهم حاجة انت تقولي انت عايز تعيش ازاي وايلي بتحبيه علشان ما نتخلش اه اه حاجات عن بعض الواحد اللي تخلع عشان هو قلع عنده فلوس وواحد يتخلع عشان هي مسلا حلوة فحياتهم كده كده بتتدمر في الاخر فمعلش عندي ناس بيفتحوا داكاكين تحتهم كلها والشارع بتعمهم مشارينه علش فلأ كل واحد يقول للتاني اللي هو عايزه في حياته عايزة عايش ازاي عايزة اتصرف ازاي في حياتي عايزة تعاملني ازاي عايزك تكون ازاي انا مش عايز انا شخصيا مسلا انا مش عايزك مع بعض واحد انا ما ينفعش تقولي لي ماشي ما ينفعش تقولي لي اوكي لا تسمع حاضر وكلام من هذا قبيل كتير لازم الكلام ده وبعد كلنا نعرفه ده 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 طريقة الوحيدة اللي بتبين المهول من غيره لا بالشكل لا بالتصرفات ولا الكلام ده كله خالص في حاجات معينة ممكن بيبين في الخضعات بالزاي بس برضو مش هتكون شرط يعني مش شرط مية في المية ابدا الكلام ده ركلمت عنه في فيديوهات كتير قلبه في القناة عندي هتلاقوه برضو اه الرسالة اللي بعدها بتقول ممكن تحكينا عن قواعد بالنسبة للمستر وبالنسبة للخاضعة انا عرفة كل اتنين اللي لهم قواعدهم الخاصة بس تحكينا على الثوابت والقواعد الاساسية الاساسية يفضل بالترتيب احكينا العناوين للقواعد وكل قاعد احكينا عنها لانها هيكون مهمة جدا للمعرفة واللي بعدها رسالة تكملة احكينا عن شروط لازم تتوفر في الاثنين المستر والخاضعة لشان تكون علاقاتهم مستقرة والشروط في حال وجود اطفال بينهم وفي حال قبل الاطفال وفي حال الخطوبة وكيف يكون العلاقة السابقة خلال فترة الخطوبة او قبلها الرسالة دي اعجبتني يعني رسالة مهمة جدا لكن احنا هنجاوب على جزء منها دلوقتي وجزء هنخليه مثلا فيديو جاي مع باقي الرسال لكن نخليها رسالة اساسية احنا هنتكلم دلوقتي بس عن القواعد احنا بعدنا ربع سعر مش مشكلة القواعد طبعا زي ما الرسالة قالت وزي ما انا قلت قبل كده كتير ان القواعد بين اتنين ما ينفعش انا اقولها لان كل اتنين ليهم طريقتهم الخاصة ليهم شخصياتهم الخاصة ليهم اللي بيحبوه وليهم اللي بينفوروا منه لكن انا هنا بيتكلم عن القواعد السابقة اولهم الاتفاق والتوافق دي قاعدة الاولى في عالم الاسم الاتفاق والتوافق يعني احنا اتنين لازم نكون وكلام ده طبعا اتكلمت في كتير جدا لكن مش مشكلة نعيدو تاني احنا لازم نكون اتنين متوافقين مع بعض جدا في شخصياتنا في ميولنا للأسف يعني المفروض لازم نكون متوافقين جدا في تفكيرنا طبيعي الاختلاف وارد ولازم يكون بين الاثنين والاثنين اللي لازم يكملوا بعض الكلمة اللي انا مش بحبها ما فيش حاجة يسمع يكملوا بعض كل شخص اللي له دور في حياته كل شخص بيكون اساسي في حياة شريكه يعني بما معناه في الاخر بيكونوا اسرة مش اتنين بيكملوا بعض بيكونوا بمثابة فرض فاق التوافق مهم جدا والاتفاق الاتفاق بما معناه ان اي شيء بنمرسه في عالم اسم من مبارساتنا ما بتحصلش ابدا الا لما بيكون الا لما بتكون تحت اتفاق بمعنى انا ماستر انا دي جريدر زي ما كنت كاتب دي جريدر مش لازم اشرحها دلوقتي لكن هو محط من قدر ما فانا ما ينفعش اكون ادي جريد شخصية بيبي جيرل ما عندهاش نسبة مازوخية مركزين معي ما ينفعش ما ينفعش ابدا لانا كده هتلف حاجة اسمها نفسية بتاعتها فلازم اتأكد ان هي عندها نسبة مازوخية علشان ادي جريدها امارس اكون ادي جريدر معيها ولما اكون عندها نسبة مازوخية لو كانت عندها نسبة مازوخية فلازم اعرف النسبة دي ادي ايه جريدر متجاوزش الحد الطب الطب القادة اللي بعدها ايه كلمة واشارة الامان الكلمة واشارة الامان اللي هي يعيش بSabes Op كلمة واشارة الامانولة اللي هيعي ايه كلمة as a numbers كلمة الامان كلمه الاثنين استخدامها تكون سهلة بيسببها وسهلة على اللسان وسهلة النطق بين الاثنين لازم الماستر يقولها لخضيعته ويتفق عليها لما وقت معين تحسي اني تجاوزت حدودي وتحسي اني فقدت عقلي تقولي كلمة الامان او اشارة الامان يعني نفترض مثلا انه خضيعته اتفقنا على ان كلمة الامان بينها تكون اهوى كلمة الامان المفضلة لي تبقى غريبة لكنها سهلة النطئ جدا اهوى ما فياش اي معاناة في النطئ اهوى تتقال لو حستي اني تجاوزت حدودي بمناسبة يعني الناس اللي بيقولوا مرض نفسي واجراموا الكلام ده كله لو كنت مرج نفسي وكلم الفاضي ده كله وسمعت كلمة الامان انه عمري ما هبطل والشيء العكسي جوايا الشخصية العكسي جوايا عمرها ما اترجعني الورا دي الصفة واهم صفة من صفات الماستر التحكم في الزات حلو يبقى السيفورد هي كلمة امام بيوتفق عليها للاوقات الصعبة لما الخضيعة تحس سيدها في وقت معين تجاوز الحدود اللي هي تتحملها الأدوات أحيانا بنستخدم أدوات مش مريحة مش قطنية مش سلسة شوية مش تريه على الجسم أيا كانوا الأدوات التقيلة شوية الأدوات دي لازم الأدوات دي لازم تعرف في ازاي تستخدمها فاكرين الفيديو بتاع الرابطة الفيديو من كام يوم رابطة اللي كنت بعلمكم عليها على العكاس فاكرين لما قلت لكم مما شديت الرابطة وقلت لكم وقلت لكم كده وكتبت ما ينفعش تربو الجامد ما ينفعش تربو الجامد علشان ما تحبس الدم في الايد الشيء ده لازم تاخد بالك منه كويس جدا مع كل أداة لازم تقدر تعرف تستخدم الأداة دي ازاي وكل حدودها فيه علشان ما عليش أنا صوتي بيعلش شوية عشان ما هنفعل ومركز في الكنام علشان ما تقزيش لقديمك علشان كده بنقول مليون مرة الماستر مش كلمة ماستر ومش يعبد باطل مش كل واحد يسمع له كلمتين يجي عايز يبقى ماستر هتقول لي يا عمي بحرو يا عمي وينتر طب انت تعلمت الحاجات دي فين هقول لك أنا عارف يعني إيه الألم وعارف يعني إيه الألم ده اللي قدامي ده هيستحمله ليه هيستحمله قد إيه ومش هيستحمل قد إيه لأن أنا في حياتي جربت الألم من مرضي من ونا صغير وأنا خبير شموع ليه لأنه أنا صغير كانوا بيعملولي علاج طبيعي بالشمع على إيدي كان عندي حوالي سبعة أو ست سنين فكانوا كده بيجيبوا حوض بيسخن الشمع وفيه شمع سايح بتحطي إيدك كده عند الحوض وهم بيضلقوا الشمع ده على الإيد كعلاج طبيعي عشان كلا دايما زمان بقول لكم وقلت لكم من عمري ما قلت كلمة هباء قلت لكم زمان إن أصلا الشمع ده بيستخدموه كعلاج طبيعي والشمع ده مش مؤذي بالعكس فأنا اعتبرني خبير في استخدام الشموع وخبير في منح الألم لأن أنا عارف يعني إيه ألم وعارف إذا كانت الشخصية ده هتستحمله ولا مش هتستحمله ولو هتستحمله هتستحمل قد إيه خلينا نرجع لموضوعنا مش مهم الكلام ده كلام ده كله بس عشان تستفادوا منه ومش عشان حاجة تجي المهم القاعدة القاعدة اللي بعدها إبقاء أشياء لفقد تقييد بالقربة منه للطوارئ يعني أنا دلوقتي بستعمل أحبال وبقايد إيديها وبنعمل الفن الجميل بتاعنا ده التقييد والربطة الفيونكة والربطات اللي مش عارف إيه وكلام ده في نفس الوقت لازم تكون سيب لها مقص جنبها في مكان أو سكينة وتعرفها إن هنا في مقص أو هنا في سكينة لو حصل أي ظرف في طارئ لقدر الله فتقدر يتفوقي نفسك بيه البيب يقع قامت حريقة أنا جالي ساكت قلبية أنا وقعت من طول يموت الله أعلم فلازم تكون سيب لها أداة حدة في مكان هي عارفة كويس جدا قريب منها وسهل إنها تجيبه وما تنساش ربطات الإيد بالزاد أو على أقل تكون إيد واحدة منهم الرابطة اللي فيها مرتخية شوية يعني مش جامدة قوي عشان لو حصل ظرف طارق فتقدر بسهولة تجيب الأداة وتفك نفسها حلو تقعدل بعدها تقعدل بعدها معرفة مدى تحمل شريك أكل الألم لسه ما تكلم طبعا بالكلام ده والتذكر جيدا مهما كان درجة مازوخياتها وماسوشياتها إن القليلة من الألم ممتع إنما تتجاوزه في الحد فهيقلب بحاجة تانية خالص فطبعا شرحت النقطة بتاعي معرفة مدى تحمل شريكك الألم أنا طبعا كاتب النقطة عشان أنا بنسى عايز تعرف إزاي شريكك بيتحمل الألم لأي مدى بالممارسة وما تبتديش كلا زي الغشيم مرة واحدة لأ تبتدي في حاجات بسيطة خالص زي العلو الزغيار العو مع بعض في البداية عشان تعرف وعشان تقدر تعرف هي هتتحمل لأي مدى العلم اللي معايك دي إنسانة وما ننساش إن الإنسان رب أنا عشان كده أبوي اللي ارحم وكان شاري بيت في صحرة بس للأسف كله روح كنت بقول إيه منسيت فالمهم يعني في البداية لعبه علشان تعرف تقدر تعرف لأي مدى تتحمل القاعدة اللي بعدها بتقول لازم تقدر تعرف كويس الأماكن المسموح فيها بالألم هحط لكم صورة دلوقتي شايفين الصورة متعلم عليها كل مكان مسموح فيه بمنح ألم علشان إيه علشان الأماكن دي بالتحديد بتكون مليانة قطة العضلية وبعيدة إلى حد ما عن الأوطار وعن الحاجات الخطرة وعن العب فدي الأماكن المسموح فيها بالضرب الأماكن اللي بيكون فيها قطة العضلية ابعد عن أي أماكن متعلم عليها بلون أحمر أو معمول عليها علامة غلط الأماكن المعمولة باللون الأحمر دي ممنوع منع بات تقرب منها والأماكن المعمولة باللون الأصفر فهي مسموح فيها بمنح الألم لكن مش بدرجة كبيرة يعني فيها شوية حذر والأماكن اللي معمول عليها باللون الأخضر فدي الأماكن اللي مسموح بمنح الألم فيها على حسب الدرجة اللي تتحملها الشخصية اللي معاك ركز في صورة دي كويس واخد سكرينشوت لو عايز تمام أنا ما قررتش المكتوب تحت تصراحها فأنا بطلق بطف حاجة هرجع قاعدها في الفيديو الجاية عشان بس احنا طولنا جدا أخيرا قال الأخيرا أننا لازم شركتك أنت حدودك فين ولازم تفاهمها لو تخطيت حدودي فعندك كلمة الأمان أو إشارة الأمان إشارة الأمان أي إشارة بصعبية بأيديها بإيماء من رأسها بإيماء من عينها فلازم لازم أول ما تسمع أو تشوف الإشارة أو تسمع كلمة الأمان لازم توقف وتداوي واتطب لازم معلش حقيقي تعال لنفسك شوي وأشوفكم المورقة الجاي